أكدت فرنسا أن الإعلانة الأرمانية الأذرية الروسية الثلاثية بشأن وقف إطلاق النار لا يشمل عدداً من القضايا الملحة لسيما قضية المسلحين الأجانب في منطقة النزاع أشار وزير الدولة الفرنسية لشؤون الخارجية أن باريس تتوقع من أنقرة اتخاذ خطوات فعلية لإخراج المسلحين من الإقليم وتبحث مع الشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد